اه هنتكلم النهاردة عن ايوغلينا فيرديز الايوغلينا تبع كينجي دام انيماليا اللي هي مملكة الحيوان ساب كينجي دام بروتوزوة اللي هي الاوليات الحيوانية اللي جسمها بيتكون من خلية واحدة ساب فايلام ماستيجوفرا اللي هي الصوت الياد اللي بتتحرك عن طريق الفلاجلم اللي هو الصوت كلاس فايتو ماستيجوفوريا اللي هي الصوتيات النباتية اللي هي بتتحرك عن طريق الفلاجلم ومبتج به النمات الايوغلينا بلاقيها موجودة في البرك والمستنقعات الفرش ووتر عموما وهي مسؤولة عن تلوين المياه الرقدة باللون الاغدر قلنا اللي هي بتتحرك عن طريق الفلاجلم بتتحرك عن طريق الفلاجلم اللي هو الصوت منشأ الفلاجلم حاجة اسمها بيزل جرانيون اللي هي حبيبة قعضي الجسم كله مغطى بحاجة اسمها بيركل اللي هي الكشيرة ودي مسؤولة عن اعطاءها الشكل المحدد لها اللي هو الشكل مغزلي ومدبب من الخلف بعد كده زي البروتوزوه عموما السيتوبلازم ينقسم الى اكتوبلازم خارجي واندوبلازم داخلي اكتوبلازم خارجي واندوبلازم داخلي بيبقى محبب ويحتوي على العضيات اللي هو زي اي خلية بتحتوي على نيوكلس تحتوي على نيوكلس نواة وبداخلها نواية اندوصوم بيعتمد في غذائه على عملية البناء الضوئي فلاي ان هو بيحتوي على كوروبلاست اللي هي بلاستيدات خضراء اللي بتكوني المواد الكاربوهايدراتي بيخزن خذائه في شويت ستارش اللي هو باراميريوم الجرانيول اللي هو ستارش حبيبات ستارش يعني لانه عايز في الفريش فوتر اللي هي الميا العزبة زي ما قلنا في البراكول مستنقعات فهلاقي ان هو بيحتوي على كونتراكتايل فاكيو الفاكوة فاكوة منقبضة ووظفتها تنظيم الاسموذية اسنوريجيليشن الجسم كله مخطط كده بخيوط اسمه مايونينز خيوط عضلي هلاقي ان هو كمان عنده ايز بوتس اللي هي بقعة عينية بقعة عينية عنده كمان جليت اللي هي المزرط وريس فور اللي هو الخزان اللي بيقفين هايته فيها البيزل بيزل جرانيول اللي هي الحبايبة القاضي ده كده الايو جلينا اشتركوا في القناة